من جانب الدهني والمعناوي يعني لأنه نظن أنه النتيجة أمس بين ليبيريا والطوغو أطرت سلبياً على المرضود على الفريقين صحيح ستصوى على غنية الاستيوية والعلم منتخب التعليم شكلية المباراة يعني انتقلت من العنوان على لانجو على لانجو شيخ ناصر انتقلت من العنوان إلى أرضية الميدا باش نقولي الكلام متى محمد أكيد نتايا كمحترف لا بس كما نقوله قميس المنتخب الجزائري تدخل حتى ولو التنشيط اليوم التنشيط التعلى اللعب بصفة عامة نتكلم على الشرط الأول اللي ربما في الشرط الثاني ربما كان شوية أحسن شوية أحسن نتكلموا على الشرط الأول وين أكيد احنا شاكفون نتكلموا على الماناخ نتكلموا على لكن أرضية الميدان اليوم صعبت شوية لازم نقولها صعبت شوية لأنه احنا كما قال محاقسكنا نلعبوا على الاستحواذ ونلعبوا على التحولات إذا نلعبوا على الاستحواذ بدينا في الربع ساعة الأول كنا كنا بيان بلاس لكن وجدنا صعوبة لأن أرضية الميدان ربما كنا نحوسوا كورات العمورة ونقدروا مرتين في الشرط الأول تتمرت كنا ربما كما قلوا مناص لكن بالسيفة عمان ظن أنه لقاء تقريبا الأخير في هذا سمح للفريقين أنهم يكونوا موجودين في كراسة الفريقية 25 الانجو نقص والولي هذا كان المردود من الطرفين في هذا المساوى حتى ولو كنا ننتظر أكثر من بعض اللعبين بعض اللعبين اللي حبينا باش يوريونا مرة أخرى كما فرسي كما ربما أي تنوري كنا حبينا نشوفها أحسن بكثير على المساوى فرسي أعتبرها فرصة ذهبية لهذا مرة أخرى لعب كأساسي ربما وسط الميدان زرقان زائد زروقي حتى وإن في الشرط الأول تدير العمل تحمى كانش ممتاز من بعد شفنا بالرحمة اللي عنده تيقى كبيرة من مدرب ما ظهرش كما ينبغي رياض لهذه اللقاءات مشيطة على رياض محرز بس مقرأ بكل صراحة لأنه شفنا ما فيهش تواصل بين صدير اللالين تعدكات وسط الميدان الهجوم كان بعيد في الشرط الأول خاصة زائد عمورا يلعب كرأس حربا وهمي كما نقوله اليوم في كرة القدم درلي عليه لكنه بصفة عامة للنسيان اللقاء مثل هذا للنسيان حتى ولو السلسلة متواصلة لبيتكوبيت سادس مباراة سادس مضابدون هزيمة شي جيد وننتظر إن شاء الله الأفضل سادس مباراة